أكد عضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضرورة أن يتحل الشباب بالقدرة على التفاعل في الحياة العامة والخاصة وخلال ندوتين للتنسيقية بجامعة عين شمس حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أشار الحضور لأهمية الحوار لتوضيح الحقائق والإجابة عن مختلف تساؤلات الشباب الندوة دي اتعملت مخصوص عشان نسمع صوت الشباب ويسمعوهم كمان صوت الشباب ما حبناش خالص إن احنا ناس كبيرة تكلم شباب في أمور التصويت والمشاركة والزيب ومنتميين لبلدهم حبنا إن هم يسمعوا من صوت شباب قريب منهم سنا وعقلا وحاسس بكل مشاكلهم الهدف الرئيسي للحوار بتاعنا النهاردة إحنا مش بنسميه ندوة على قد ما بنسميه حوار مفتوح لأنه هو open air وعلى الستاديو قدام الشباب كلهم الهدف الرئيسي هو المشاركة تشارك وتسمع صوتك اسبت نفسك ما تخليش حد يعمل لك تزييف مع نوي لوجودك أنت أساس مصر الشباب 60% من العايشين معنا على أرض الوطن ده فلازم يكون صوتهم مسموع ومؤثر جدا الطالبات بقت خلاص والسيدات والمرأة بقت قوة محركة للمجتمع بقت الكتلة الحرجة اللي غيرت الصورة الزهنية عن المرأة في مصر وإحنا السنة دي بنحتفل بمرور 100 سنة عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية بصفة عامة فيمكن ده الوقت المناسب أن أنت كمان كفتاة وطالبة جماعية يكون لكي صوتك لأنه هو ده صوت الشاب اللي احنا عاوزين نسمعه احنا بنتكلم بشكل عام عن أهمية المشاركة السياسية للطلبة الجماعيين والشباب بنكلمهم على ضرورة أن هم يكونوا قادرين على التفاعل في حياتهم الخاصة والتفاعل في حياتهم العامة والتفاعل في كافة الاستحقاءات اللي هتقابلهم في حياتهم سواء على المستوى الخاص أو العامة دور الشباب لازم يكون مهمة جدا في المشاركة الحقيقة أنه تنسخية شباب الأحزاب والسياسيين كمنصة حوارية بتشمل كافة الأراء هي هدفها من الأدوات التي عقدتها والفعاليات التي شاركت بها هو حث الناس على المشاركة حث الناس على النزول في الاستقاق الدستوري في أن هم يصوتوا يدلب أصواتهم وده حقهم وده الهدف الرئيسي منها مش الهدف بها توجيه لأي من القرارات إزاي أكون رأيي، إزاي أستمع لكل القرارات، إزاي يكون عندي رأي مستقل بيعبر عني وإزاي أقدر أن أنا نزل وأشارك لأنه ده مهم جدا بالنسبة لي وبالنسبة لمستقبل البلد تقييم البلد وتقييم الأنظمة اللي بيكون فيها نسبة مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية عالية تحديدا من الشباب ده بيفرق كتير في تقييمها وفي نظرة دول العالم ليها وفي الاستحقاقات اللي بتاخدها البلد دي شأن داخليه أنه الأنظمة الحاكمة بتعمل حساب الشعوب اللي فعلا عندها وعي سياسي وعرف حق أهل الانتخابية وتشارك فيها على سعيد الشخصي هو لما يحس ان هو شريك في صناعة القرار ده يفرق معه كتير جدا لان هو النهارد لو كان بيشارك هو كمان عشر سنين ممكن يبقى صانع يعني ممكن يكون موجود في مفصل هم من فصل الدولة ممكن يكون عنده position قويس ممكن يوصل لمراكز أكبر تخليه صنع قرار فهو لازم يتعلم من الأول انه ما يضيعش حقه او ما يسيبش فرصة يقدر يقول فيها رأيه احنا حبينا ان احنا نتواصل معهم حبينا ان احنا نتكلم معهم فكرة اهمية المشاركة اهمية ان هم يكونوا مؤثرين اهمية ان هم ياخدوا قرارهم باستقلالية ما يمشوش ورا حد يقول لهم يمين او شمال لكن يقرروا بنفسهم يقروا ويوزنوا الامور وياخدوا قرارهم الصح وينزلوا يقولوا قرارهم ده في السنة دي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين كانت موجودة خلال الفترة الماضية في كثير من جامعات مصر النهاردة احنا موجودين في جامعة عين شمس كل رسالتنا رسالة موحدة في ضرورة مشاركة شباب الطلاب في الاستفتاء المقبل ما بنقولش للناس قول نعم ولا لا بنقول له لا انت لازم تشارك في حزب مشاركتك دي هي جزء من التعبير عن ذاتك جزء من التعبير عن نفسنا كجيل نظمت تنسيقية الشباب الاحزاب والسياسيين ندوة بكلية اداب جامعة الزقازيق لتوعية طلاب اهمية المشاركة في الحياة السياسية من خلال تصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتعد هذه الندوة هي الثالثة لئة تنسيقية التي تقام بجامعة الزقازيق احنا عايزين نقول ان الشباب هم المستقبل وكل المشارعات اللي بتتعامل حاليا هي اكتر للشباب فاحنا ان شاء الله شايفين المستقبل ان شاء الله مشرق وشايفين ان في بعض المشارعات هيكون لها تأثير على المدى الطويل فاحنا عايزين نعرف الشباب ان احنا المشارعات دي ان شاء الله اصارها ومدها هيبقى ازاي في المستقبل ان شاء الله بالاضافة طبعا نقطة مهمة جدا هنعرفين الشباب مصر شباب واعي الشباب مصر شباب منتمي شباب مخلص وعايزين نقول للشباب كلهم هيبع عندنا تلات يام متاحين للاستفتاء وانا شخصيا بنزل وبنزل معايا الطلبة يوميا بنروح مناطق اللي فيها الانتخابات وبحاول أكون موجود معاهم وبنتخب بنرجع تاني كلية انا عايز أول كل طالب ينزل وكل شاب ينزل وكل مصر ينزل يقول رأيه رأيك في منطقة الحرية احنا شوفنا البرلمان ان كان فيه مؤيدين وفيه معارضين دولهم احتراموا دولهم احترامهم انا عايزين نقول ان مصر واحدة الديمقراطية في الشرق الاوسط وان مصر داخل على مرحلة مهمة جدا مرحلة فارقة وان احنا مشاركين ايجابيين وان احنا بنحب بلدنا بنقول رأينا في بلدنا ايان كان هذا رأيان هذا اليوم من اجل التعريف بهذه التعديلات ومن اجل ايضا ان يشارك الطلاب باعتبارهم الفئة الاساسية في المجتمع كشباب جامعة المفروض ان هم اكثر واعيا المفروض ان هم اكثر ثقافة وبالتالي احنا ده الاساس انه ده حينقلوا هذه التوعية الى بيئاتهم المختلفة سواء كانت هذه البيئات من المتعلمين او من غير المتعلمين احنا النهاردة حاليا بنفس النهارة العشرة لتنسيط شاب الاحزاب والساسيين بقلية اداب جامعة زازي اللي في نفس الهات النهاردة عندنا فعاليات اخرى بدأت في جامعة حلوان قبل القائل النهاردة بعد كده عندنا لقاء اخر تاني في جامعة حلوان وعندنا لقاء في جامعة عن شمس وعندنا في نهاية اليوم لقاء نادي التيران بالقاهرة اهداف كل اللقاءات هي توعيد الشباب بصفة عامة بخصوص ما يتعلق بالتعادلات دستورية وهمية مشاركتهم فيها كفئة شباب لان الشباب بيمثلوا الصادر الاعظم من المجتمع المصري وخاصة بعد ما تم تحديد مواد الاستفتاء من يوم السبت عشرين وواحد وعشرين واثنين وعشرين احنا بنأكد من النهاردة على مشاركة كل الشباب المصري بإذن الله في التعادلات الدستورية احنا في البداية بنتكلم معهم عن الدستور وعن تاريخ التعادلات الدستورية وعن تعادلات الدستورية اللي تمت في مصر كلها من اول دستور في 82 حتى دستور 2014 وبنتكلم معهم عن اهمية المشاركة والنتاج المشاركة في التعادلات الدستورية على تاريخ الدستور المصري وبنتكلم معهم عن اهمية مشاركة الشباب بصفة خاصة في التعادلات الدستورية وده بيعود بالنفع ازاي على مستقبلهم بإذن الله فكرة انك بتفتح حوار مفتوعة مع الشباب بيوضحوا بشكل او بوقر ايه وجهة نظرهم بيعرضوا وجهة نظرهم وبيقولوا تعقباتهم على المواد المعدلة بيتم طرح العمر لهم بشوفية كاملة وبحيدية كاملة ودايماً تود الوقت فكرة انك بتجعل المشاركة دون التوجيه بنعم او بلا ده بيرقى قبل ده قطع عريق جدا من الشباب انا شايف ان حاجة زي اللي احنا بنعملها النهاردة دي لو اتقررت فيه فيه يعني اي استحقاقات اخرى او حتى لو فيه بقى ندوات مستمرة هم بيشوفوا شباب بتكلمهم عن المشاركة السياسية والمشاركة في الاستحقاقات والزين ده حقهم وزين هم كده بيساعدوا بلدهم وان هم بيشاركوا في بناءها اعتقد انه حيزيد الوعي ده واعتقد ان هم حيشاركوا بشكل عجل احنا بنتكلم معهم عن ان المشاركة ده حق وان هم لازم ينزلوا ويشاركوا في الاستفتاء الحقيقة انا شايفة منهم استجابة وشايفة ان هم يعني مبسوطين ان فيه شباب سياسيين قاعدين معهم وبيتكلموا معهم في حاجة زي كده فانا شايفة ان دي مبادرة حلوة جدا وان شاء الله نكون يعني قدرنا نوصل لهم رؤيتنا